خلونا في الأول نشوف هنعمل إيه في التربية والتعليم في الفترة اللي جاية إن شاء الله فهتستأذن حضراتكم نروح قدام الشاشة نتكلم على خطط حاجتين استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني والتقييم بعد 20 فبراير 21 نتكلم شوية على بعض الأمور نحن نجحنا زي ما قلت العام الدراسي اللي فات حضراتكم فاكرين الدراسة وقفت في مارس 2020 بسبب كورونا كانت ظروف بلغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف اللي احنا فيها النهاردة ونجحنا أن نعمل السنوية العامة كان إنجاز كبير جدا والولاد دلوقتي في الجامعة الحمد لله بالرغم من كل هذه المحاولات اللي احنا سعداء بيها إلا أنه لازم نفتكر أن الجيل الطلبة اللي تعرضوا لجائحة كورونا فقدوا سبع أسابيع Eagle أيضا شكرا للمشاهدة تقييم عادل علشان نقدر نعرف الطالب المجتهد من الطالب اللي لسه ما حصلش التحصيل الدراسي الكامل وزارة التربية والتعليم حضرت كم هائل من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية وحضراتكو عارفين المنصات والقنوات التلفزيونية الموجودة لللي عنده انترنت واللي ما عندهش انترنت عشان نقدر نذاكر عن بعد لو اضطرينا لذلك الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نعملها كدولة هي ان احنا نقر بنجاح طالب في اي صف دراسي الى الصف الاعلى بدون تقييم منضبط وده اللي بنحاول نلاقي حلول عشان نعمله مع المحافظة على ولادنا من جائحة كورونا وعلى استادة المعلمين والاداريين حضراتكو عارفين ان انظام التعليم الجديد اللي هو من كي جي وان حاليا لحد ثالثة ابتدائي ما فيهوش امتحانات في التصميم الاصلي بتاعهم وبالتالي فيه هنا تمانية مليون من ولادنا مش هنتطر نزلهم امتحانات لان هما بيتم تقييمهم بشكل مختلف احنا صممنا مجموعة من حلول هنستعرضها مع حضراتكو لتقييم الطلاب في سنوات النقل اللي هي من ربع ابتدائي لحد تاني اعدادي وكذلك في اولى وتانية سنوي باقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة وبطبعا حرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية وزارة الصحة تم عرض ده كله عليها وعلى السيد مستشار الرئيس تمت الموافقة عليه في لجنة الازمة ووعدت كمان السيدة الدكتورة وزارة الصحة بتوفير اللقاح قريبا لكل السادة في المنظومة التعليمية مع فئات اخرى في الدولة حفاظا على المنظومة كلها طيب تعالوا نشوف هنمشي موضوع امتحانات الترم الاول ازاي اول حاجة مكتوبة فوق ان امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية هيتم تأجيلها لنهاية العام عشان نختصر عدد مرات الحضور لهذه المواد